تحتفل سلطنة عمان الشقيق اليوم بعيدها الوطني الخمسين على وقع إنجازات كبيرة في شتى المجالات مسيرة النهضة العمانية الحديثة انطلقت قبل خمسين عاما إلى فاق التقدم والازدهار والانفتاح على محيطها الأقليمي والدولي ولتمد يد الصداقة والسلام إلى مختلف دول العالم بمرتكزات تستمد ثوابتها من هويتها العمانية الهادئة وثقافتها المنبثقة من إرثها الإسلامي وقيمها العربية الأصيلة المزيد في هذا التقرير تحتفل سلطنة عمان الشقيقة باليوبل الذهبي ليومها الوطنية ليكون هذا اليوم شاهدا على مسيرة بناء وتطوير بلدهم والتي بدأها السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثرى حين استلم مفاتيح الحكم لهذا البلد والذي يعد من البلدان المؤثرة في دعم الخليج واستقراره وقبل خمسين عاما وعد السلطان الراحل في خطابه التاريخي الأول عام 1970 بإقامة الدولة العصرية فإن جز ما وعد بحكمة مستنيرة استلهمت قيم الماضي وتطلعات المستقبل وخلال السنوات الماضية نعمت عمان بمنجزات عديدة ومتواصلة شملت المجالات كافة وعلى نحو يحافظ على أصالتها وعراقتها ويكرس قيمها ويعتز بتراثها ويواكب تطورات العصر في ميادين العلم والمعرفة وفي مطلع العام 2020 تسلم السلطان هيثم بن طارق السعيد مقاليد الحكمة ليكمل شعلة مسيرة النهضة العمانية فكان خير خلف للسلطان الراحل قابوس طيب الله ثرعه حيث استمرت سلطنة عمان في نهجها المتوازن في علاقاتها الخارجية وتعزيز مكانتها الدولية وموقعها الاقتصادية الإقليمية والانفتاح على العالم بما يرسخ من مكانة السلطنة كما حدد السلطان هيثم بن طارق السعيد عام 2020 لتهيئة العمل على تنفيذ الرؤية المستقبلية عمان 2040 وتحقيق كافة أهدافها السلطان هيثم بن طارق يعتبر من أبرز الكفاءات العمانية التي برزت بقوة على الساحة السياسية والتنفيذية عبر قيادته لكثير من القطاعات الحيوية داخل سلطنة عمان الأمر الذي جعله محل ثقة وتقدير من قبل السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله فضلا عن أنه يحظى بثقة الشعب العمانية وله بصمة رائدة في مسيرة التنمية منذ دخوله سلك خدمة الوطن وحقق إنجازات كبيرة للسلطنة وبهذه المناسبة دولة الكويت تستذكر الموقف البطولي والشجاع لشقيقتها سلطنة عمان إبان الغزو العراقي الغاشم عام 1990 ووقوفها مع الشعب الكويتية خلال هذه الأزمة التي أثبتت صلابة منقف السلطنة وشعبها في مساندة الحق الكويتية حتى عادت دولة الكويت حرة أبي